قول هذا المسار الانتخابي الذي تشهده الجزائر ينضم إلينا مباشرة من مدينة وهران المحلل السياسي الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقاتية الدولية محمد محوز أهلا وسهلا بكم دكتور أهلا وسهلا بكم تحية ضيبة لكي ولجميع مشاهدي قناة الجزائر الدولية أهلا بك إذن دكتور بداية تعد هذه الانتخابات المحطة الأخيرة في مسار إرساء المؤسسات برأيكم فيما تكمن أهمية هذه الانتخابات المحلية تحديدا فعلا هي انتخابة على درجة كبيرة من الأهمية لعدة معطيات سياسية ودستورية كثيرة لعل المعطل الدستوري الأول هو استكمال المصار إعادة بناء وأسسات النظام السياسي التي تعطلت بفعل ممارسة سيئة للنظام السابق تلات عشرين سنة واستشفاء الفساد واستشفاء الكثير من الظواهر السلبيثي التي أثرت على علاقة الحاكم بالمحكوم إذن إعادة بناء مؤسسات الدولة يستطلب استكمال هذا المصار خاصة على المستوى القاعد الذي يشكل الحلقة الرئيسية في تحسين جودة العلاقة بين الحاكم والمحكوم من جهة المسألة الثانية المرتبطة أيضا في الموضوع السياسي إلى جانب الموضوع الدستوري المرتبطة بإعادة تشكيل الخارطة السياسية والحزبية في الجزائر لأن المحتوى الأيديولوجي للعمل السياسي يحتاج إلى ضرورة تجديد روحي وحياتي وخارطة العمل السياسي في الجزائر مثل ما نلاحظ من خلال القوائم الانتخابية للعديد من الأحزاب السياسية وحتى للقوائم الحرة هناك نوع من الاندفاع المحمود الذي يجب أن نأخذها بين الاعتبار لطبقة لمجموعة كبيرة من الشباب لولوج الحياة السياسية ولمحاولة مشاركة في عملية بناء النظام السياسي في محاولة تجديد روحي الوحدات القرارية المكلفة بمهمة خدمة الصالح العام والمكلفة بمهمة النظر في مختلف المشاكل اليومية للمواطنين أعتقد بأن هذه الهيئات القاعدية على مستوى المجالس المحلية البلدية والولائية ستمثل رسالة حقيقية في محاولة إعادة هيبة الدولة على المستوى الإقليم طيب دكتور محوظ عادة ما نرى أن تشهد الانتخابات المحلية إقبال كبير وواسع من قبل الناخبين في رأيكم ما مرد ذلك؟ هل بالنظر لقرب المنتخبين المحليين من المواطنين وانشغالاتهم؟ أكيد أن المهام المنوطة بالمجالس المحلية ترتبط بالنظر في مختلف الانشغالات اليومية للمواطنين هناك نقطة التماس مباشرة بين المنتخبين المحليين وعموم المواطنين وعلى هذا الأساس تسهل عملية التعبئة لسلوك التصويت في العملية السياسية لكن دعيني أختي الكريمة أن أشير إلى نقطة مهمة لا بد أن نخوذها بعين الاعتبار طيلة هذا المصار لا يجب أن تقتصر عملية إشراك المواطن في الحياة السياسية بسفة عامة على السلوك الانتخابي فعلا أصبحت نسبة المشاركة تشكل هاجسا حقيقيا بالنسبة للنخبة السياسية بسفة عامة من منطلق أن ظاهرة العزوف الانتخابي تؤثر بشكل كبير على شرعية النظام السياسي وبالتالي لا بد أن نلتفت إلى ضرورة الدفع المواطن نحو المشاركة ونحو التفاعل الإيجابي مع مدخلات ومخراجات النظام السياسي نحو التفاعل مع قرارات النظام السياسي نحو المشاركة أو ما يسمى بتعزيز الديمقراطية التشاركية التي تسمح أن تجعل للمواطن أو أن تجعل من المواطن عنصر رئيسيا في عملية صناعة القرار وفي عملية تسيير مثل هذه الهيئات الدستورية على المستوى المحلي لما لها من أهمية؟ أعتقد بأن مسألة المشاركة السياسية يجب أن تتجاوز المفهوم الضيق للسلوك الانتخابي حتى وإن كنا سنشهد خلال هذه الانتخابات نهار اليوم تغيرا في نسبة المشاركة مقاراة بالانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية لكن لابد على صانع القرار أن يلتفت إلى ضرورة أخذ مسألة المشاركة السياسية بمفهومها الواسع المشاركة في عملية صناعة القرار بمحمل من الجد لأن إشراك المواطن في العملية السياسية بصفة عامة سيوفر للنظام السياسي قاعدة شرعية الرسيلة تمكنه من الاندفاع خارجين وتمكنه أيضا من إطباع الشرعية على عمله السياسي وعلى عملية صناعة القرار طيب دكتور محوز رأينا نمط جديد من الاقتراع في هذا الانتخابات ليعتمد على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي ما رأيكم في هذا النمط الجديد؟ أكيد أن هذا النمط من بين أو أولى الإيجابيات المترتبة عنه أنه سيساعد على في مواجهة ظاهرة الفساد السياسي في مواجهة استئفار الأحزاب السياسية بتشكيل القوائم الانتخابية من جهة وأيضا بتحديد مراكز المترشحين في قوائمهم الانتخابية أعتقد بأن هذه الأدات وهذا النمط الجديد في نظام الانتخابات سيتمكن المواطن من اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب صح التعبير سيمكن المواطن من إيصال صوته وحقيقة توجهه في اختيار تفضيلاته إلى الأشخاص الذين يعبرون من وجهة نظره عن طموحاته يعبرون من وجهة نظره عن أهليتهم لشغل هذا المكان السياسي وهذا المكان الاجتماعي صح التعبير خاصة كما قلنا على مستوى المجالس المنتخبة المحلية من منطلق أن المواطن لديه انشغالات معينة محددة واضحة المعالم ترتبط ارتباطا مباشرا بالبرامج المعلنة من قبل المترشحين من أجل وضعها محملة ووضعها موضع العمل ووضعها موضع التجسيد من أجل الاستجاب لمختلف تطلعات المواطنين وهذا ما يمكن أن يسمح به هذا النظام الجديد في عملية الاقتراح طيب دكتور وبالفعل هذا الجواب يقودنا إلى السؤال الأخير اللي رأينا قبل قليل تصريحات لرئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون عندما تكلم على منح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية المنتخبة هل تكفي هذه التعهدات من أجل الخروج من تسيير النمط لهذه المجالس؟ لا أختي الكريمة أكيد أن عملية التحول السياسي أو مصارير العمليات التحول السياسي التي أخذت فيها الجزائر منذ سنة 2019 هي مصار مستمر وطويل أيضا يتطلب مجموعة من فتح مجموعة من الوراشات التي سبق وذكرت بأنها ستمثل رهانا رئيسيا بالنسبة للغرفة السفلة من المربلمان بالنسبة للمجلس الشعب الوطني إذن السلطة التنفيذية في تعاملها وتفاعلها مع السلطة التشريعية أكيد أنها ستكون أمام في الوقت القريبي وعلى المدى المنظور أمام ضرورة فتح مجموعة من الوراشات المرتبطة بإصلاح بعض القوانين وفي مقدمتها قانون البلدية وقانون البلاية بما يسمح بتأهيل هذه المؤسسات بما يسمح بإصلاح تسيير هذه المؤسسات بما يساعدها على العمل الوظيف الآلي المحلي الذي يمكنها من كسب الآليات المتنوعة التي تكفل لها النظر في مختلف الانشغالات التي تكفل لها آداء سياسيا وآداء محليا مرموقا يستجيب لمستوى تلك التطلعات إذن تعديل القانون البلدية والولاية لابد أن يستجيب لمختلف التغيرات الحاصلة على مستوى السياسي على مستوى أداء النظام السياسي وعلى مستوى أيضا المتغيرات الخارجية التي طرحت أمام صانع القارة الجزائر الكثير من الرهانات المرتبطة بالتمدد الخارجي الذي لا يمكن أن يكون دون وجود قاعدة محلية داخلية الرصينة تكون بوجود مؤسسات محلية قوية تسمح بالنظر في مختلف الانشغالات وتكون في مستوى الاستجدامة لمختلف تطلعات المواطنة دكتور محوز نشكرك على هذا التدخل من خلال قناة الجزائر الدولي